أقولها هنا للتاريخ بأننا كنا نقاتل ثلاثة أعداء في آن واحد الإنقلابي الحوثي والإخوان المسلمون وطابورهم الخامس والإرهاب القاعدي والداعشي وللتاريخ أيضاً هذا اعتراف رسمي بمسؤولية الإمارات عن كل جرائمها في اليمن كل التصفيات والغارات الجوية التي طالت وحدات الجيش الوطني وعمليات الاغتيال والخطف والتعذيب لعدد غير قليل من الشخصيات التي لم تتوافق مع رغبات أبو ظبي تجد ذاتها الآن في خانة واحدة إنها حرب ضد الإخوان والقاعدة يأتي تصريح هذا القاعد العسكري في حفل نظمته أبو ظبي لجنودها العائدين من اليمن وبعد أشهر من استهداف المقاتلات الإماراتية قوات الجيش على أبواب العاصمة المؤقتة عدن تحت ذريعة استهداف عناصر إرهابية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتقويض للسلطة الشرعية والدولة اليمنية عبر وكلائها المحليين الذين دربتهم ومولتهم ليغرق المشهد اليمني بالعنف والفوضى المصمم من قبل أبو ظبي جاءت أبو ظبي مع الرياض في مهمة استعادة الشرعية وأسقاط انقلاب ميليشيا الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع ولكنها منذ اليوم الأول كانت تشن عدة حروب في حرب واحدة نجحت جميعها عدل حرب التي تستهدف جماعتي الحوثي والقاعدة وبعد خمسة عوام كان البلد يسقط في وحلي الميليشيات التي أوكلت إليها خلال العوام الماضية مهمة العمليات القدرة لاستهداف اليمنين على أساس الانتماء السياسي والمناطقي ليكون الشكل النهائي لحرب أبو ظبي في اليمن عددا يكبر كل يوم من الكيانات الصغيرة والهشة تدور جميعها في فلك الإمارات قالت أبو ظبي بشكل واضح إنها في حالة حرب مع حزب الإصلاح وهو جزء فاعل ضمن هيكل السلطة الشرعية ومع ذلك لم تعلن هذه السلطة ولا الإصلاح موقفا من ذلك ليبدو صمت بقية الأحزاب والفعاليات المدنية مبررا أكثر لم تخفي الإمارات نواياها يوما وقد كانت شواهد حروبها وضحاياها تتزايد كل يوم لكن هذا الاعتراف الصريح يضع السلطة الشرعية في مواجهة متطلبات متزايدة بمواجهة أبو ظبي ومحاسبتها فهل لدى الشرعية القدرة على أمر كهذا؟